لعلكم تابعتم في أخبار اليوم من أنه كانت هناك عملية لقتل ثلاث إسرائيليين وجرح ثلاثة آخرين في إحدى المستوطنات داخل الضفة الغربية قالوا مستوطنة العاد وأن العالم مقلوب يعني خاصة في منطقة الشرق الأوسط بعد هذه العملية وبالنسبة للفلسطينيين هذه العملية هي تأتي رد على القهر اليومي على الظلم المستمر منذ أكثر من 75 عام ومؤخرا حتى المس بالمقدسات بما فيها المسجد الأقصى طبعا بعض الإسرائيليين يقول لك لماذا يستهدفوننا ولماذا يقتلوننا ودعنا نقول في الحقيقة أنا شخصيا لست من أنصار الموت ولا من أنصار القتل ولا من أنصار أن يكون هناك قتل لأي كان لكن الشعوب التي تخضع لاحتلال واستطعن وسجن وتعذيب وذرب لمقدساتها وسجن لأبنائها بما فيها الأطفال ليس أمامها إلا أن تقاوم طبعا كثيرين يقاومون مقاومة سلمية أو لا عنفية وآخرين يقولوا بأن الحل مع هؤلاء لا ينفع معهم إلا العنف شيء مؤلم في النهاية شيء مؤلم هذه العمليات بشكل أو بآخر لكن على الكيان الإسرائيلي أن يفهم جيدا من أن الفلسطينيين لم تتركوا لهم أي خيار ومن أن التعامل بهذه الطريقة مع الفلسطينيين لا تترك لهم أي خيار حتى قرار ربما كثير من الناس ما يعرفوش أنه كان فيه قرار تقسيم تقسيم فلسطين اللي كانت تخذ في الأمم المتحدة بعد سنتين من نشأتها تخذت قرار تقسيم في 1947 بمقتضاه قسمة فلسطين ما بين اليهود والعرب كما جاء في التقرير يعني الفلسطينيين كانوا يسمونه أساسا العرب فأعطت لليهود 57% من فلسطين التاريخية وللعرب 43% وتركت قضية القدس على أن تكون تحت وصاية دولية مع ذلك فإن الذين أسسوا الكيان الإسرائيلي قاموا بعمليات إجرامية هائلة هم يحتفلون بعد عشر أيام أو تسع أيام في 14 ما يحتفلون بالذكر الـ 74 لما يسمونهم قيام إسرائيل وما يسميه الشعب الفلسطيني وكثير من الشعوب التي تقاوم الاحتلال وترفض الاحتلال يسمون نكبة والنكبة مست مئات الآلاف من الفلسطينيين أكثر من 750 ألف فلسطيني تم طردهم من أراضيهم من قراءهم من مدنهم قتل الآلاف اختفى المئات وربما كي يقولوا الآلاف اختفى ولم يظهر عليهم أي إخبار منذ ذلك التاريخ وأصبح شعب تقريبا شعب كامل أصبح مشرد بين عشياء وضحا والذين أقاموا الكيان الإسرائيلي لم بالرغم من أنهم استندوا على قارة التقسيم إلا أنهم لم يحترموا تقارة التقسيم كثيرين أيضا لا يعرفون ربما أن قارة التقسيم كان من أكثر الدول متحمسة له الاتحاد الصوفيتي حتى الجمهورية الأوكرانية هذه لكن أنا ذاك كان الاتحاد الصوفيتي الجمهورية الأوكرانية وجمهورية بيلوروسيا في ثلاثة كان عندهم ثلاث أصوات والذين عارضوهما كانت الدول العربية وإيران وتركيا ولكن وراجع اليوم في هذا القرار استغربت أن بريطانيا كانت امتنعة عن التصويت برغم أن بريطانيا كانت هي القوة المستعمرة ولعبة بريطانيا الاستعمارية لعبة دور أساسي في تقسيم فلسطين على أساس أن هذا هو الحل الوحيد للعرب واليهود في بداية القرن في بداية القرن العشرين كان عدد اليهود لا يشكل إلا خمسة أو ستة في المية من عدد السكان وكانت الأرض أرض فلسطينية ولما جاء الاحتلال البريطاني كانت أرض فلسطينية لكن طبعا كان هناك وعد بولفور الشهير تعالي في 1917 نوفمبر في 1917 2 نوفمبر والذي وصفه كثير من المراقبين يومها بأنه من لا يستحق من لا يملك أعطى لمن لا يستحق قيانة بريطانيا التي استعمرت الأرض الفلسطينية وهي لا تستحق وهي ليست أرضها وليست مكانها أعطت لليهود وطن هو تابع لشعب آخر وجاء استبدال شعب بشعب فقيلت هذه الكلمة يومها من أن من لا يملك أعطى لمن لا يستحق والحقيقة أن القضية اليهودية كما كانت توصف في أوروبا هي قضية أوروبية هي مشكل أوروبي ما عندهش علاقة بالفلسطينيين أو بالسوريين أو بالعكس فلسطينيهم ضحايا الحل اللي هو كانت أوروبا عموما تضطهد اليهود خاصة ألمانيا وبعض البلدان الأخرى أيضا ربما بريطانيا كانت أقل الدول رغم أنها في القرن 19 أيضا قرن 19 أيضا كان هناك عنصرية كبيرة جدا ضد اليهود في بريطانيا وفي بلدان أخرى كثيرة في أوروبا لكن المشكلة اليهودية كما كانت تعرف آنذاك وجاء فيما بعد هتلر وقام بمجازر مرعبة في حق اليهود وفي حق آخرين أيضا مما عرف بالمحرقة فهؤلاء وكانت هذه مشكلة أوروبية مشكلة ما بين اليهود والمسيحيين بين قوسين بالرغم أن اللي قاموا بهذا الكوارث كلها كانوا ينسبوا نفسهم إلى أنهم علمانيين وأنه لا علاقة لهم بالدين فهتلر لم تكن له علاقة بالدين مرات كان بعض الناس يقول لك الأديان تدعو إلى العنف وهناك الخصومات والحقيقة مرة قتل واحد وهذا معروف يعني الحرب العالمية الأولى ما قامش على أساس ديني ولا مشكل ديني ولا متديني الذين قاموا بها والحرب العالمية الثانية أيضا نفس الشيء وحروب كثيرة جدا لم تكن للمتدينين أو للأديان أي دور فيها في الحقيقة وإنما بين قوسين للعلمانيين أو للملحدين هم اللي قاموا بهذه الحروب لكن مش هذا هو الإشكال أكثر الإشكال هو أن هذه القضية التي كانت مشكلة وأن هيتلر وألمانيا النازية عالجتها فيما عرف بالحل النهائي أو la solution final وهي يعني إنهاء اليهود في أوروبا لأن فيما بعد لاحقهم في بلدان أخرى في بولندا في فرنسا وين وصلوا النازيين لاحقوا اليهود وقتلوا منهم الكثيرين في أوروبا طبعا رسميا يعتمدون رقم ستة ملايين الذين قتلوا هذه المشكلة هي أصلا مشكلة أوروبية مشكلة ما بين أوروبيين واليهود كانوا سكان أوروبيين وكانوا يعيشون في الأوروبا حلت على حساب شعب آخر وعلى أرض آخر أخرى ولم يقبل كاين إسرائيلي حتى تطبيق قرار التقسيم الذي بمقتضى قام الكاين الإسرائيلي طبعا علينا ما يسمى بإسرائيل في 14 مايو 1948 ولم يقبلوا قرار التقسيم ولم يقبلوا قرار التقسيم ولكنهم لم يطبقوه إنما رحوا يتوسعوا إلى درجة أنهم زادوا من توسحهم في 67 وزادوا من احتلوا غزة واحتلوا الضفة الغربية جزائها الضفة الغربية كلها تقريبا واحتلوا القدس إلى آخره ولذلك هذا العنف سيستمر لأنه هو في الحقيقة هناك عنف دولة التي تسمى إسرائي سموها هومة طاعة الحال ورد الشعب الفلسطيني اللي هو مفطهد مظلوم مقهور آلاف من أبناءه في السجون الحكومة الإسرائيلية تغلق على الضفة الغربية كما تشاء غزة محاصرة تماما طبعا الحصار أيضا بمساعدة الصهاين العرب وعلى رأسهم سيسي وبن سلمان وبن زايد إلى آخره ولكن هذا كله يجب أن نستفهم في النهاية المظلوم والمحبور والمستضعف سينتفذ وسيستعمل كافة الوسائل التي يراها أنه يجب أن يدافع عن نفسه اليوم إسرائيل إخذات 78% من فلسطين تاريخية 22% و22% زايدين يضغطوا على الفلسطينيين فيها فهناك مئات المستوطنات ومئات الألاف من المستوطنين في الضفة الغربية يعني في العشرين بالمئة اللي باقية 2% غزة 78% ما يسمى بإسرائيل و20% الضفة الغربية في هذا العشرين بالمئة مقطعة مقطعة من كل مكان ومجزأة من كل مكان ووجود مئات المستوطنات بمئات الألاف من سكانها وحياة بائسة للفلسطينيين طبعاً محمود عباس اللي حبوه التبون والجنرالات العصابة واللي يكذبوا الشعب الجزائري بأنهم أعطاولوا مئة مليون دولار وأنهم مع فلسطين وهو يشتغل لرئيس ميليشيا يسموها السلطة الفلسطينية لكن هي ميليشيا فلسطينية تخدم في الكيان الإسرائيلي وتقدم له المعلومات وما يسموه بالتنسيق الأمني اللي هم معناها بعبارة إحنا جزائري كحركة عن الكيان الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي يعطيهم الفي آي بي يعطيهم طبعاً بعض تساريح وعطيهم سياراتهم ما تفتشش وهو ما يدخلوا يسافروا كما يريدون إلى آخره ليسوا أكثر من عملاء وهكذا ينظر لهم هذه السلطة الفلسطينية وهكذا ينظر لها أغلبية الشعب الفلسطيني أنهم عملاء وأن القوات الأمنية الفلسطينية هي ضد الشعب الفلسطيني وفي خدمة الكيان الإسرائيلي وليس شيء آخر في النهاية هذا العنف ليس في مصلحة أحد والمشكلة الكبرى والأساسية هو عنف الدولة التي تمتلك كما يقولون هم واحد من أقوى الجيوش وتمتلك قوة هائلة وعنف هائل ضد شعب مستضعف يستضعفه الصهاين اليهود ويستضعفه الصهاين العرب وما زال برغم كل المآسي اللي شافها ومقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في هذه السبعين سنة خمسة وسبعين سنة التي مرت ما زال تحت الاحتلال في الأغلب العام وإذا لم يكن تحت الاحتلال فهو تحت الحصار كما هو في غزة شكرا